الرئيس سيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية وانشاء خطوط جديدة الرئيس سيسي يؤكد موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الارهابية وزير الدفاع يناقش موضوعات التعاون العسكري مع وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والنقلة ووجه الرئيس خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع وانشاء خطوط جديدة لربط مختلف انحاء الجمهورية كما وجه الرئيس بالانتهاء من تحديث وميكانة مزلقانات وإشارات السكك الحديدية والانتهاء من الأعمال الكهربائية الخاصة بها هذا وشدد الرئيس على الاهتمام بعمليات صيانة شبكة السكك الحديدية وتوفير قطع الغيار ذات الجودة العالية أكذلك تطوير ورش الصيانة مع الاعتماد على خبرة العمالة المصرية في تطوير الجرارات والمعدات وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بالبدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر وذلك لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى فضلا عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع العالمين السخنة أدراسة امتداده لمدينة السويس وفيما يخص مترو الأنفاق وجه الرئيس بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني كما وجه الرئيس بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطها بالمناطق الاستثمارية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من الموانئ المصرية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي صباح اليوم الخميس بقصر الاتحادية مع المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي كما أكد الرئيس السيسي أن موقف مصر ثابت لم ولن يتغير وذلك بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية موضحاً أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافدة مشيراً إلى دعم الشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفتاح في صوره جاء ذلك في كلمة السيد الرئيس في افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد أمس وأضاف الرئيس السيسي أن مصر اهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له وأكد سيادته على دعم مصر للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الإفريقي ومضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة انفاذ القانون الإفريقية التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق يومين المزيد في سياق هذا التقرير التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتدريبات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبريطانيا وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني بالقاهرة يبحث ملتقى بنات مصر في دورته الخامسة والمقرر انطلاقها في القاهرة في السادس عشر من يونيو الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار دولتي ليبيا والعراق ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق أدام جهود الدولتين في إعادة أعمار المناطق المدمرة التي كان يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية الشقيقة ويشهد الملتقى بشاركة المهندس علي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب وعبد المجيد كوشير رئيس اتحاد المقاولين بليبيا في الجلسة الرئيسية للملتقى لاستعراض المشروعات التي تنفذها الحكومتين في إطار خططهما لإعادة الإعمار والإجراءات الضرورية لازمة لتطوير الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء وتحقيق التنمية المستدامة في الدولتين والإطارات اللازمة لمشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار في ظل تأثر العديد من المدن والمحافظات في أحداث الحرب على تنظيم داعش الإرهابي ووصلت نسبة الضرر في بعضها إلى 70% تواصل الأجهزة الأمنية مكافحة الجريمة بشط صورها وملاحقة ضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة المزيد في سيق هذا التقرير ملاحقة مستمرة للعناصر الإجرامية الضالعة في الاتجار وحيازة المواد المخدرة بهدف إلقاء القبض عليهم فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسوق مع قطاع الأمن العام وعدد من مدريات الأمن وبعد عدة حملات في هذا الإطار في ضبط 9 من القائمين على الاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم أكثر من 64 ألف كرس مخدر وكميات من مخدرات الحاشيش والأفيون والهيروين ومبلغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي بعدد من المحافظات قامت الأجهزة الأمنية بضبط ثلاثة أشخاص بعين شمس لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها المزيد في صيق هذا التقرير مدرية أمن القاهرة وبعد معلومات أعقابها تحريات تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص بعين شمس لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص والاتجار فيها وعسر بداخلها على أسلحة وأجزاء منها وعيدت وأدوات تستخدم في تصنيع السلاح عقدت أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية تحت عنوان ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل وأثرها على أمن المجتمع شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين وقادة الرأي في المجتمع المزيد في سياق هذا التقرير تنتشر الشائعات كالنار في الهشيم هدفها هدم إنجازات دولة تتحقق على أرض الواقع إنها حروب الجيل الرابع التي تستهدف تقويد أركان الدولة المصرية من هنا تأتي أهمية الحلقة النقاشية التي عقدتها أكاديمية الشرطة تحت عنوان ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع شارك فيها نخبة من الخبراء المختصين وقادة الرأي في المجتمع وممثل مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمستشار العلمي لمفتي الديار المصرية وعدد من الإعلاميين وممثل أجهزة وزارة الداخلية المعنية تحدث الجميع عن خطورة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي وتشكيكها في الثوابت الوطنية واستخدامها كوسائل إسقاط الدول بعد أن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مرتعا خصبا لترويج هذه الشائعات ومشاركتها دون التحقق من مصادرها وأكد المشاركون على ضرورة نشر الوعي وتصديل هذه الشائعات عبر كافة وسائل التواصل المتاحة اجتماعيا وإعلاميا لحماية أمن مصر القومي مع إتاحة المعلومات الضقيقة من قبل أجهزة الدولة المعنية لمنع صدور الشائعات ووقدها في مهدها الشائعات اللي بتروج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني بتروج بشكل فائق السرعة وكان لابد من وقفة لابد من حلقة نقاشية لابد من دراسات لهذا الموضوع إحنا في المركز الإعلامي المجلس الوزراء تصدينا الموضوع ده من أكتوبر 2014 وده ساعدنا إن إحنا نقدر نعمل تقرير نحلل فيه حجم الشائعات اللي موجود ودرجة التأثير بتاعتها وإيه الكطاعات اللي بتستهدفها بشكل كبير وليس الشأل فقط في الرد على الشائعة ولكن أيضا تتبع وتتوقع نتائج هذه الشائعة حتى ترد عليها وهذا في كل المجالات أعتقدني الفيضور كبير جدا للتعليم في مسألة نشر الوعي بكافية التعامل مع التكنولوجيا بشكل صحيح وكافية تحري دقة المعلومة اللي موجودة على السوشال ميديا الحاجة الأخرى الإعلام الإعلام نفسه محتاج أنه يكون عنده ضوابط من حيث مراعاة سياسمات المهنية الإعلامية من ناحية الدقة النزاهة الحياد تنوع المصادر التوثيق الإعلامي لكل المعلومات يلتقي المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب التنزاني على ستادبورغ العرب وديا في تمام الساعة التساعة من مساء اليوم في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 من الشهر الجاري حتى 19 من الشهر المقبل اشتركوا في القناة